هذا واعتبر عدد من أعضاء مجلس النواب أن زيارة رئيس الوزراء إلى الولايات المتحدة الأمريكية مصدر قوة للعراق مؤكدين أن لهذه الزيارة أهمية كبيرة في تهديئة التوترات الإقليمية وأنها بداية لعادة التوازن في العلاقات بين البلدين وتعزيز الشراكة ودعمها على الأصعدة كافة لعمل مجلس النواب ومهامه الرقابية والتشريعية لا بد من دعم التوجهات التي طرح السوداني خلال لقائه بالرئيس الأمريكي جوزيف بايدن في البيت الأبيض والتي شملت البحث عن سبل التعاون الثنائي الشامل بموجب اتفاقية الإطار الستراتيجي بين العراق والولايات المتحدة وتعزيز الاستقرار الأقليمي واحترام سيادة العراق وأمنه وأهمية تنويع وتنمية الاقتصاد والتوجه إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي بمجال الطاقة والحفاظ على البيئة